موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائي الطلاب ونلتقي إن شاء الله في حلقة من حلقات المراجعة الخاصة بمادة العلوم وعلم الكيمياء إن شاء الله محتوى حلقتنا النهاردة هيكون على مراجعة الجزء الخاص بتكوين الروابط الكيميائية أذكرك لو كنت أول مرة تتابع حلقات المراجعة معنا إن إحنا إن شاء الله دايما بنتفرد بإننا نجاوب على أهم الأسئلة التي تأتي في كل جزء من أجزاء المراجعة بالإضافة إن أنا بترك ليك روابط جميع الحلقات السابقة اللي تم تناول الشرح فيها بتكون موجودة جميعها أسفل الفيديو بالنهاية أتمنى طبعا تكون قادر على إجابة أسئلة الإختبارات الخاصة بهذا الجزء نبدأ يلا مع بعض دلوقتي محتوى حلقتنا النهاردة إن شاء الله إدرس الجدول التالي ثم استخرج ما يلي أمامي هنا الجدول به مجموعة من العناصر والمركبات الكيميائية المختلفة زي ما قلنا دي أمثلة للعناصر والمركبات الكيميائية نشوف مع بعض طالب مني إيه أستخرج أول شيء مركب تساهمي أنا عارفة من معلوماتي اللي درستها قبل كده إن المركبات التساهمية بتحدث بين اللافل الزات طيب موجودة فين هنا مثلا عندي العناصر اللافل الزية زي الغازات غازات يبقى على طول هنا عندي النيتروجين لأن الكالسيوم والسوديوم والكلور زي ما احنا شايفين عبارة عن عناصر طيب أنا ليه ما اخترتش الكلور طالما الكلور أيضا لا في لز لأن هنا موجودة على شكل الظرة مفردة أما مركب تساهمي مركب يعني لازم يتكون من أكثر من الظرة فهيكون أمامي هنا النيتروجين لأنه موجود عبارة عن جزيء نيتروجين يبقى هيكون معايا إن تو طالب مني بعد كده مركب آيوني المركبات الآيونية دايما بتحصل بين آيون موجب وآيون سالب آيون موجب وآيون سالب أفضل مثال لها وأشهر مثال هو طبعا كولوريد السوديوم اللي هو بيحصل هنا إن السوديوم بيتحول لآيون موجب والكلور بيتحول لآيون سالب وبتحصل هنا رابطة آيونية لتكوين مركب كولوريد السوديوم طبعا طريق التكوين هذه المركبات تم تناولها بالتفصيل وزي ما قلت ممكن ترجع لرابط الحلقات اللي موجودة جماعها في صندوق الوصف بإذن الله نكمل سويا باقي الأسئلة قاعدة طالب مني إني أستخرج قاعدة أو مادة قلوية طبعا أنا عارفة من دراستي إنها بتكون فيها آيونات الهايدروكسيد زي مثلا هنا عندي الكي أو إتش أو هيدروكسيد البوتاسيوم أما المقطوب رقم أربعة إني أستخرج حمض إذا كان القاعدة فيها آيونات الهايدروكسيد الأو إتش يعني بتكلم هنا على إني أستخرج حمض الهايدروكلوريك أو الـ إتش سي أل بكده أكون كملت كل اللي طالبه مني من الجدول وقمت باستخراجه ممكن يطلب مني مثلا استخرج فلز الفلزي بأنا ممكن هنا أقوله إن فيه كالسيوم وكمان فيه مثال السوديوم ممكن يقولي نستخرج مثلا لافلز يبقى على طول أتاجه إلى الكولور وهكذا يعني فيه مرونة كبيرة جدا فيه استخراج العناصر والمركبات من الجداول اللي زي كده وبتكون في غاية السهولة لأن اللي طالبه مني موجود داخل الجدول كل اللي علي إني أتأمل كويس هذه البيانات وأستخرج منها المطلوب تحديدا معينا سؤال آخر بيكون عبارة عن تفسير أو شرحة يقولي يعتبر تفاعل المغنيسيوم مع الأكسوجين تفاعل طارد للحرارة وضح ذلك أو فاستر ذلك لأن ببساطة هذا تفاعل احتراق وعندما يتفاعل المغنيسيوم مع الأكسوجين ينتج عنه انطلاق طاقة حرارية وهو المميز طبعا فيه تفاعلات الاحتراق علشان كده إحنا صنفناه أنه هو تفاعل طارد للحرارة ننتقل إلى مجموعة أخرى من الأسئلة قارن بين الرابطة التساهمية والآيونية مع ذكر مثال لكل منها جميل جدا السؤال ده لأننا بنراجع في نفس الوقت على الروابط التساهمية والآيونية معانا جدول علشان ننظم معلوماتنا داخله الرابطة التساهمية نقول أنها بتحدث بين ظرتين عنصرين شوفوا لا فيلزين أما الرابطة الآيونية لابد أن تحدث بين ظرتين فيلز ولا فيلز الأمر الثاني أنها بتحدث بالمشاركة الإلكترونية لكل الظرات علشان كده أنا سمتها تساهمية يعني كل ظرة بتساهم بمقدار معين من الإلكترونات أما الرابطة الآيونية بيتم انتقال للإلكترونات من ظرة إلى أخرى علشان كده دايما بيكون في عندي آيون موجب وآيون سالب ومن هنا جي اسم الرابطة إنها رابطة آيونية الأمر الأخير إن المركبات التساهمية رديئة التوصيل للكهرباء طبعا مش كلها إنما هنقدر نقول إنها معظمها يعني نقطة غليانها وإنصهرها منخفضة لإنها بتكون روابط ضعيفة أما المركبات الآيونية بتكون جيدة التوصيل للكهرباء ونقطة غليانها وإنصهرها دايما بتكون عالية يعني مثلا لو أنا عرضت هنا ملح الطعام وهو مثال الرابطة الآيونية للحرارة أجد إنه هو يأخذ قدر كبير جدا لتفكك كلوريد السوديوم أما إذا عرضت جزيئات من السكر وهو مثال مركب تساهمي للنار أجد إنه هو بيتفكك ويتحل بسهولة جدا لأن الروابط بين جزيئاته بيكون ضعيفة للغاية تبقى معايا دلوقتي ذكر مثال لكل نوع من أنواع الروابط يلا بينا نشوف المثال ونشوف طريق التكوين الرابطة هنا عندي مثلا طريق التكوين كولوريد السوديوم بيحصل عندي إن فيه ذرة سوديوم وذرة كولور السوديوم توزيع الإلكتروني 281 لأنه عدد الزري 11 أما الكولور عدد الزري 17 فيبقى توزيع الإلكتروني 287 وإحنا قلنا دايما إن الزرات بتحاول توصل لحالة الاستقرار وإنها تكمل مستوى طاقتها الأخير بثمان إلكترونات طيب دلوقتي السوديوم عنده في مستوى الطاقة الأخير واحد أما مستوى الطاقة الثاني 8 مكتمل فهيكون هنا عنده أفضل إيه؟ إنه يستغني عن هذا الإلكترون ويفقده أم يكتسب عليه 7 إلكترونات بالتأكيد هيكون سهل جدا إنها تفقد هذا الإلكترون طيب تعالي نشوف حالة الكولور الكولور عنده في مستوى الطاقة الأخير 7 هيكون أفضل إنه هو يفقد السبع إلكترونات أم يكتسب عليه إلكترون؟ أكيد طبعا من السهل إنه يكتسب عليه إلكترون فاللي بيحصل كالآتي إنه زرة السوديوم بتفقد الإلكترون وزرة الكولور بتكتسب هذا الإلكترون بعد كده بيتحول السوديوم لآيون موجب لإنه فقط إلكترون فزادت عدد الشحنات الموجبة أما الكولور بيتحول لآيون سالب لإنه اكتسب إلكترون اللي موجود معانا باللون الأحمر وزادت عدد الشحنات السالبة وبكده تكون تكونت كونت عندي رابطة آيونية بين آيون السوديوم الموجب وآيون الكولور السالب علشان كده قلت رابطة آيونية أما المثال الخاص بالرابطة التساهمية هيكون غير زي ما قلنا اللي ممكن يحدث بين اللافل الزات وبيحدث من خلال تساهم كل ذرة بإلكترونتها مع الذرة الأخرى علشان كده أنا أطلقت عليها كلمة رابطة تساهمية زي ما بيحصل في ذرة الكولور زي ما قلنا نتركبها الذري 287 يعني عندها 17 إلكترون توزيعهم كالتالي 2 في مستوى الطاقة الأول 8 في مستوى الطاقة الثاني و7 إلكترونات في مستوى الطاقة الأخير يلزمها كم إلكترون عشان تصل إلى الاستقرار يلزمها إلكترون واحد وكذلك في ذرة الكولور الأخرى اللي موجودة أمامنا باللون الأزرق فاللي بيحصل عندي أن في إلكترون أخير اللي موجود هنا والإلكترون الأخير اللي موجود في مستوى الطاقة الأخير بيحصل ما بينهم وبتنشأ رابطة يساهم كل منها بالإلكترون الخاص به فده بيكون 288 وزارة الكلور التانية 288 وبيحصل عندي تساهم بالإلكترونات بهذا الشكل هنا لا أنسى أبدا أني مش بيحدث انتقال للإلكترونات لا بيحصل تساهم أو تشارك بين إلكترونات مستوى الطاقة الأخير وهنا بعد كده اتكون عندي جزء كلور برابطة تساهمية بهذا الشكل بعد ما تعرفنا على كيفية تكوين الرابطة الأيونية والتساهمية ورجعناها مع بعض تعالوا نشوف باقي محتوى المراجعة مثل الروابط الكيميائية التالية مع كتابة اسم المركب يعني احنا كده بنراجع حاجتين في حاجة واحدة منها أن احنا نراجع على كيفية تكوين الروابط وان احنا نسترجع معلوماتنا على كيفية تسمية المركبات الكيميائية ثاني أكسيد الكربون طبعا ده مركب مشهور جدا عبارة عن غاز متكون من زر كربون وزرتين أكسوجين بيحصل هنا أيضا رابطة تساهمية لأن جميعها زي ما قلنا بتحدث بين اللافلزات وطبعا الكربون لافلز والأكسوجين علشان خاطر غاز أيضا لافلز إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن الكربون توزيع الإلكتروني 6 فبيكون عندي في مستوى الطاقة الأخير أربع إلكترونات يحتاج أربعة أخرى عشان تصل إلى الاستقرار أما الأكسوجين فهو توزيع الإلكتروني 2 6 لأنه عنده عدد إلكترونات 8 فبيحتاج 2 علشان يصل إلى الاستقرار ومن هنا بتنشأ رابطة تساهمية تتساهم زرة الكربون مع زرة الأكسوجين بإلكترونين فكده يكمل مستوى طاقتها الأخير لتمانية وأيضا الأكسوجين بيكمل مستوى طاقته الأخير لتمانية المركب التالي جزيء النيتروجين طالما هنا قلت جزيء يبقى بيتكون من ذرتين N2 بيكون عندي رابطة التساهمية كالتالي النيتروجين عدده الذري 7 يعني مستوى الطاقة الثاني بيتشبع بخمس إلكترونات 2 خمسة بهذا الشكل والذرة النيتروجين التانية الممثلة باللون الأحمر نفس الطريقة طيب دلوقتي خمسة يعني مش العدد اللي بنوصل ليه للاستقرار هو يريد يصل إلى ثمان إلكترونات في مستوى الطاقة الثاني يعني محتاج ثلاث إلكترونات وكذلك الظرة الأخرى فبيتم هنا تساهم أو تشارك كل ذرة من ذرات النيتروجين بعدد ثلاث إلكترونات وبتنشأ رابطة تساهمية ثلاثية بين ظرتين النيتروجين وبيتحول إلى جزيء نيتروجين في حالة استقرار زي ما إحنا شايفين بهذا الشكل ننتقل إلى مركب أخير كولوريد الهايدروجين HCL ده مثال حمض زي ما إحنا شايفين بيحصل زي ما حصل معايا في المركبات السابقة الهايدروجين ما عندوش إلا إلكترون واحد فقط في مستوى الطاقة الأول مستوى الطاقة الأول هنا عنده حالة مميزة وفريدة إنه بيتشبع فقط باثنين من الإلكترونات وهو عنده إلكترون واحد إذن ينقص إلكترون لكي يصل إلى حالة الاستقرار أما الكولور فهو عدد الذري 17 يعني موجود عندي توزيع الإلكتروني 2 في مستوى الطاقة الأول 8 في مستوى الطاقة الثاني أما مستوى الطاقة الثالث والأخير 7 يعني أيضا بيحتاج إلى إلكترون واحد لكي يصل إلى حالة الاستقرار 8 إلكترونات إذن اتحلت المشكلة يبقى الهايدروجين بيساهم بهذا الإلكترون وكمان الكولور يساهم بإلكترون لكي يصل كلاهما لحالة الاستقرار والهايدروجين يصبح مكتمل باثنين والكولور يصبح مكتمل مداره الأخير بثمانية وبيتكون جزيء من كولوريد الهايدروجين أو حمض الـ HCL ننتقل إلى نمط آخر من الأسئلة الجدول التالي يوضح ذائبية بعض المركبات في الماء ادرسه جيدا ثم أجب معانا هذا الجدول وهذه مجموعات زرية الكربونات والكولوريد والنطرات وهكذا وعندي عنصر مثل البريم هنا موجود عندي دليل إن هنا عندي I يعني معناها إنه لا يذوب أما S اختصار لسوليبل أو زائب أما الـ SS هنا معناها إن هذا المركب شحيح الزوبان يذوب ببطء في الماء تعالوا نشوف إيه اللي مطلوب معانا من هذا السؤال اكتب الصيغة الكيميائية للمركبات الغير ذائبة في الماء يريد مني هنا كتابة الصيغة الكيميائية طبعا إحنا عارفين بنكتب الصيغة الكيميائية إزاي؟ وزي ما قلت لكم ممكن تسترجعوا المعلومات من خلال الفيديو اللي موجود فيه الروابط الغير ذائبة في الماء يعني أنا أنظر عند الدليل اللي موجود هنا عندي كلمة I بجد إن عندي مادة واحدة فيها مجموعة فوسفات وعندي البريم طيب أنا إزاي بكتب الصيغة الكيميائية؟ أول شيء لكتابة الصيغة الكيميائية إني ببدل التكافؤات يا جماعة لو إحنا فاكرين الـ B أو البريم تكافؤ سنائي أما مجموعة الفوسفات تكافؤها سلاسي زي ما إحنا شايفين التكافؤ اللي موجود من فوق هنا كده يا جماعة التكافؤ أو السعر الاتحادية أنا عارفة يعني إنها الإلكترونات التي يتم فقدها أو اكتسابها من زرة العنصر طيب ببدل التكافؤات يعني البريم يأخذ تكافؤ الفوسفات والفوسفات يأخذ تكافؤ البريم طيب ببتدي بإيه؟ طبعا ببتدي بالشق الموجة بالأول يبقى ببتدي بالجزء الخاص بالبريم بي إيه وبعدين بي أو فور أبدل التكافؤات زي ما قلنا يبقى البريم أخذ تكافؤ الفوسفات السلاسي أما الفوسفات فأخذت تكافؤ البريم الثنائي بالطريقة دي أكتب الصيغة الكيميائية بشكل صحيح لأي مركب نستعرض مع بعض السؤال التالي أكتب أسماء المركبات الذائبة في الماء هنا النمط مختلف مطلوب مني اسم المركب وليس الصيغة الكيميائية وأخذ بالي وأفرق بين الاثنين أثناء تعرضي لمثل هذه الأسئلة اسم المركب يبقى إذن بجد هنا في المواد التي تزوب في الماء التي تحمل الرمز اس بجد معي كولوريد البريم وبجد معي أيضا نطرات البريم طيب إزاي بكتبها؟ دلوقتي أنا بكتب اسم المركب اسم المركب باللغة العربية يبقى بعكس بدل ما كنت بابتدي بالشق الموجب هنا لا أبتدي هنا كده بالشق السالب يبقى هكتب نطرات البريم وأكتب كولوريد البريم بهذا الشكل ونكمل مع بعض باقي الأسئلة هنا بقى عندي سؤال أخير خاص بكتابة المعادلات الكيميائية يعني بشكل صحيح وطبعا المعادلة الكيميائية تختلف عن المعادلة اللفظية وطبعا المعادلة الكيميائية هي المستخدمة والمتعارف عليها في كتابة الرموز الكيميائية لأنها بتدلني بشكل كبير وبشكل صحيح على العناصر التي تدخل في التفاعل وظروف التفاعل وكل المعلومات الخاصة بالتفاعل الكيميائي طيب إحنا معانا الجدول اللي موجود دلوقتي عندي ثلاث معادلات مميزة برموز مختلفة سين وصاد وعين تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة اللي موجودة الخاصة بهذا النمط من الأسئلة حدد رمز التفاعل الذي يكون راسب الذي يكون راسب معنى كده إن أنظر إلى النواتج طالما قال لي يكون راسب والراسب ده هيتكون فين؟ أكيد هيتكون في ناتج التفاعل في المواد الناتجة فين بتوجد المواد الناتجة؟ بتوجد بعد السهم يبقى أنا بنظر إلى هذه النواتج طيب هنا عندي سالي أكسيد كربون وعندي ماء هذا سائل وهذا غاز مفيش أي راسب طيب هنا عندي نتارات النحاس وعندي فضة بصوا هنا عندي الفضة الفضة طبعا ده عنصر غير زائب في الماء طيب أتأكد من باقي بيانات الموجودة في باقي المعادلات عندي NACO وعندي HO وعندي CO أنا أشعر كده أن في شيء ناقص في هذه المعادلة لا يدل هنا على وجود أن في شيء راسب في أمر ناقص هنا يبقى مباشرة هتكون إجابة اللي أفكر فيها وبشكل صحيح هتكون عندي المعادلة اللي بتحمل الرمز صاد لأن عندي الفضة هنا هيتم ترسبها ناتج هذا التفاعل ما الدليل على حدوث تفاعل كيميائي في المعادلة سين هنا في دليل عندي أستخرجه على حدوث تفاعل كيميائي طيب تعالوا نراجع مع بعض كده الأدلة اللي إحنا درسناها على حدوث تفاعل كيميائي تغير في اللون عندي تكوين راسب عندي تغير في المحتوى الهايدروجيني يعني جميع هذه الأدلة بتدل على وجود تفاعل كيميائي طيب إحنا قلنا هنا إن بيحصل تصاعد لغاز ثاني أكسيد الكربون وهذه بتكون أحد الأدلة القوية على حدوث تغير كيميائي يبقى هنا تصاعد غاز يبقى نقدر نقول تصاعد غاز وممكن كمان حاجة تانية لو أنا تأملت في المعادلة يعني بشكل كبير أجد إن هذه معادلة احتراق لأن هنا بيحصل إن عندي غاز الميثان وهو مركب هيدروكربوني بيحترق في وجود الأكسوجين وتفاعلات الاحتراق بينتج عنها طاقة حرارية كبيرة جدا يبقى ممكن هنا أصنف هذا التفاعل أيضا لتفاعل طارد للحرارة تغير في محتوى الحراري دي المعادلة أيضا يعتبر من الأدلة الهامة جدا اللي بتدل على حدوث تفاعل كيميائي وقتها إحنا صنفنا المعادلات الكيميائية من هذا النوع إلى معادلات طاردة للحرارة مثل هذا الأمر تفاعلات الاحتراق وتفاعلات أخرى مصة للحرارة على كل حال أقدر أكتب تصاعد غاز أو أقدر أكتب انطلاق طاقة حرارية السؤال الأخير قعد كتابة المعادلة عين بمعادلة كيميائية موزونة طيب تعالوا نشوف هنا ده تفاعل كده تفكب تمام عندي اتنين جزء من NHCO3 بي كربونات استوديوم هنا أجد عندي العناصر الداخلة في التفاعل غير العناصر اللي خرجت منه يعني هنا عندي دخل اتنين من درات استوديوم وخرجت واحدة يبقى فعلا المعادلة غير موزونة طيب يلا بينا نحاول نوزنها اتنين من السوديوم لازم يخرجوا هنا كمان اتنين يبقى لازم أضع هنا 2NACO طيب هنا عندي 3 يعني 3 من الأكسوجين خرجت واحدة 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 يبقى نعمل ايه هنا يبقى دي أولا لازم تكون ايضا CO3 طيب الهايدروجين هنا عندي اتنين من الهايدروجين خرجت واحدة ما ينفعش يبقى لازم أحط هنا كمان اتنين H2O بهذا الشكل علشان تكون المواد الداخلة في التفاعل تساوي المواد الناتجة منه هنا بجد عندي اتنين من ذرات الكربون خرجت هنا عندي ايه ذرة وذرة يبقى هنا مش هضع شيء بس ناخد بالنا ان الاتنين دي مضروبة كمان في التلاتة يعني اتنين في تلاتة بست زرات اكسوجين باجت ان هي موزونة بقى كده طبيعي ادي تلاتة وهنا واحدة يبقى اربعة وهنا اتنين يبقى ستة ومن هنا بالطريقة دي بنوزن المعادلة بشكل موزون بهذا الشكل وبشكل صحيح كده نكون ان هنا مع بعض المراجعة الخاصة بتكوين الروابط الكيميائية وكيفية كتابة الصيغ الكيميائية بشكل صحيح وايضا تعرضنا للجزء الخاص بالذوبان المركبات في الماء ان شاء الله انتظركم في المراجعة القادمة على الجزء الخاص لبيئة الفيزياء اتمنى تكون استمتعتوا بحلقة المراجعة الخاصة بهذا الجزء اتمنى لكم كل التوفيق واراكم قريبا جدا ان شاء الله اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته